تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية تطرق الاجتماع إلى موقف تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة بهدف العمل على سرعة تسليم 1500 أسرى مستحقة لقطع الأراضي هذا وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4 مليار و400 مليون جنيه كتعويضات